السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد على قناة الطرق الفيديو خير مع اي من شاوي في الفيديو ده هنعرفكم ايه هو الراك والباتشي بنال وهنركب السويتش في الراك وفي اخر الفيديو هتكون عارف ازاي تعمل سيستم وتنظم الكابلات والاجهزة في الراك زي اللي قدامكم في الصورة كل ده هنعرفو بس بعد الفاصل موسيقى الراك هو البوكس الاسود اللي بننظم فيها اجهزة الشبكات والكابلات وده شكل الراك وهو فاضي اول حاجة هنعملها هندخل الكابلات داخل الراك بس اهم حاجة هو هتعمل طول كويس للكابلات من داخل الراك وما تكونش الاسلاك قسيرة وما تخليش الكابلات مكعبلة ودخلة ببعض الكابلات دي هي كابلات انترنت كات سيكس وكابلات تليفون ده اللي احنا بنعديهم وبنظامهم داخل الراك بكون متركبة فيه لقم انترنت متوصلة في الحيطة ومتوزعة في الشركة اول مؤسسة وكلها بتتجمع هنا عند الراك وده شكلها زي في الصورة وهي معمولة في اللقم اللي على الحيطة بعد ما عدنا الكابلات الكات سيكس مفروض بنقرجها في لقم النت والنوع اللي نستخدمه هو لقم انترنت ليجراند عشان ما ناخدش وقت كبير في الفيديو هسيب لكم طريقة تقريج لقم الانترنت في اسفل الفيديو في الوصف بعد ما بنقرج اللقم الانترنت خلاص بنسيبها في الراك بعد كده بنركب الوردة بالسامولة بتاعتها ده الاسم الشعبي بتاعها ودي شكلها زي اللي قدامكم دي بعد ما بتركب السامولة والوردة مفروض انت بتكون عاملها على على اساس الحاجة اللي انت تركبها زي الباتش بانل والسويتش فانا هحط الباتش بانل في الاول وتحت هي السويتش عشان كده هعمل السامولة والوردة في اول واحدة وبعد كده بسيب مسافة وبخليها في الثالثة زي على حسب الفتحات الموجودة في الباتش او السويتش اللي احنا هنركبه في الراك طبعا الباتش بانل بيساعدك في تنظيم الكابلات عشان قدام في وجود اي مشكلة في كابل الموضوع يبقى سهل لك في تغييره والشكل العام هيبقى منظم لك كمان وشكله افضل بعد ما بنركب الباتش بانل هنركب السويتش تحطيه بالظفط طبعا عشان وقت الفيديو مايبقاش كبير هسيب لك رابط تحت الفيديو في الوصف لشرح الفرق بين السويتش والراوتر عشان تعرف الفرق ووظيفك كل واحد فيهم بعد ما بنركب السويتش مفروض هنجيب كابلات مأسات مختلفة زي 20 سم و 25 سم و 30 سم عشان نوصل الكابل بالباتش بانل ونركبه في السويتش عشان نربط شبكة المؤسسة داخليا ببعض عن طريق السويتش طبعا وطبعا عن طريق اضافة راوتر ووصل الكابل من الراوتر بالسويتش يبقى كده انت وزعت نت على جميع لقم الانترنت الموجودة في المؤسسة يقدر اي جهاز يخرج نت بعد ما بنقرج الكابلات بلقم الانترنت مفروض احنا بنركبها في الباتش بانل وبتكون عارف كل لقمة انترنت انت موصلة في الباتش بانل دي مكانة فين داخل المؤسسة ممكن تكتب عليها كمان من فوق عشان تعرف مكانة دي فين ومعلم مكانة في المكان اللي هي متوصلة فيه عشان في وجود اي مشكلة تعرف توصل للكابل ومكان الكابل دي فين بكل سهولة توفيق لكل واحد حابب يخش مجال الشبكات ومجال الاي تي وبكده هتكون خلصنا الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب بالفيديو وتشترك في القناة ولو عندك اي سؤال اسألنا في تعليق اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة